تشكل المبادرات التي تمخضت عن ورشة المحور التشريعي ضمن الورش الخمس المعنية بالتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي موجها للجهود التشريعية المقبلة لتعزيز الحقوق والحريات وسلطة القانون وأتت هذه الورشة تنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله لتحقيق التميز في أداء العمل الحكومي وتحصين جودته الاهتمام بالجانب التشريعي عنصر لغنى عنه في نهضة المجتمعات بكل مكوناتها وفي مملكة البحرين ينشط العمل التشريعي من أجل رفض بنية الدولة بالتشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات وسلطة القانون من أجل صالح الجميع وجاءت ورشة عمل المحور التشريعي وهي ثاني الورش الخمس للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي مساهمة في تعزيز مخرجات العمل الحكومي بما يحقق التميز في أدائه وتحسين جودته تنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية لتحديد الأليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي المحور التشريعي بحد ذاته الذي خصصت له ورشة كاملة يعد من الأولويات الرئيسية لمملكة البحرين إذ تحرص المملكة على ترسيخ العدل والمساواة ومبدأ سيادة القانون وحفظ الأمن ودعم المسيرة الديمقراطية من خلال تشريعات تصب في المصلحة الوطنية ونتجة عن هذه الورشة صياغة 17 مبادرة لتندرج ضمن أربع سياسات بالمحور التشريعي تعزيز للتشريعات وتطلعات مستقبلية تعزز المكتسبات الوطنية في المجال التشريعي وتطوير التشريعات والنظام العدلي وخدمات التقاضي يسهم في ضمان مواكبتها لمسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه